رغم وجود آلاف الملفات العالقة في العراق والتي بحاجة للبت فيها وحلها منذ سنين إلا أن إصرار حكومة الكاظم على إنهاء ملف النازحين عبر مواصلة إغلاق المخيمات ويعادة ساكنيها قسراً لمناطقهم بات أمراً مثيراً للشبهات وفقاً للجان المحلية ومنظمات إنسانية دولية فيما اعتبره مراقبون أنها محاولة للهروب نحو الأمام وتفادي الحرج أمام المجتمع الدولي الذي يشدد ويطالب بوقف معاناة النازحين المستمرة أكثر من مليون نازح في العراق ما زالت عقبات عدة تعيق عودتهم لمناطقهم بشكل طوعي ومنها منازلهم المدمرة وانهيار البنى التحتية لمدنهم فضلاً عن إحكام الميليشيات قبضتها على المحافظات المنكوبة من خلال مكاتبها الاقتصادية واستحواذها على مجمل المشاريع هناك عبر فرض إتاوات وعمليات ابتزاز أقرت الحكومة نفسها بوجودها كما أن تعرض بعض النازحين العائدين لمدنهم لهجمات مسلحة في ديالة وصلاح الدين دليل آخر على أن سياسة التغيير الديمغرافي الجارية في العراق والتي تقوم بها جهات متنفذة ما زالت تسير على قدم وساق بلا خوف أو محاسبة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فأق اعترفت بوجود جهات لم تسميها بعرقلة إعادة النازحين لكنها تحدثت بلغة من لا يدرك من أمره شيئاً عندما وصفت جرف الصخر شمالي بابل تلك المنطقة الخصبة بأراضيها وبساتينها ونهرها ومئات البحيرات فيها بأنها بقعة صحراوية مليئة بالألغام وتقول إيفان إنها تجهل حقيقة ما يمنع إعادة نازحي جرف الصخر إليها بعد ورود أمر لها بوجوب إغلاق مخيمات في الأنبار تضم نحو ألف عائلة نازحة من جرف الصخر وما أعلان حكومة الكاظمي عما تعتبره إنجازاً وهو إغلاق أكبر مخيمات النازحين في العراق الواقع في منطقة الحبانية بمحافرة الأنبار فإنما يثل السخرية هو أن الإعلان جاء على لسان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري وهو قيادي بارز في ميليشيا بدر أكثر الفصائل المسلحة سجلاً في حصيلة الانتهاكات الحقوقية في العراق